سيد باسم خشان تحدثنا عن ملفات فساد وما شاء الله هذه الأيام كل يوم تريليونات رقع وما دعنا نعرف هذه شلون صارت يعني إذا احنا من أعلى رأس الهرم هو يطلع مشترك بهذا الموضوع لكن شينو بعد أكو ملفات ربما غائبة أو مغيبة وأيضا بها حجم هائل من الفساد بأموال كبيرة وأنتوا دائما ما تطرحون مثل هذه الملفات يعني أردشير إلى ملف مهم وهو قضية الضرائب ضريبة البيع ضريبة البيع الخاصة بكارتات الهواتف شركات الهواتف النقالة فرضت هذه الضريبة 20% على البطاقات الشحن والجباية المشكلة هنا الجباية يصير عند من؟ عند الشركات هذه الشركات تجبي هذه الضرائب وتحتفظ بيها ويفترض أنه إحنا لازم نصدق أنها إذا جبت مليار إحنا نتوقع أنه هاي الشركة راح تعطينا المليار كله حقيقة هذا مو هو واقع الحال هذه الشركات تجبي الضرائب وتستقطع منها نسبة لنفسها والباقي تمنح للدولة يعني إحنا ممكن 75% من الضرائب تذهب إلى هذه الشركات الطريقة التي تعاملت بها هذه العاملة لحية الاتصالات الحقيقة سيئة جداً أنه حسب ما نعرف أنه هناك شركة أخرى شركة محاسبة تراقب جباية هذه الضرائب من قبل الشركة فجزء كبير من هذه الضرائب حقيقة هي تذهب للشركات وهذه حالة أيضاً هذه الشركات يعني حساباتها ما تدقق بشيء صحيح وأرباحها يفرض عليها نسبة ضئيلة من الضرائب باعتبار أنها ما تعلنها ما تقدمها للدولة هو أقل من إراداتها الحقيقية وهذا أيضاً ينطبق على كل الشركات المتعلقة بها الشركات الأخرى